نتواجد على شاطئ بحر رفح جنوبية القطاع وكما نرصد على هذا الشاطئ هناك مئات المواطنين النازحين من كافة مناطق القطاع استطاعوا الوصول إلى شاطئ هذا البحر ليس من أجل الاستجمام إنما من أجل الاستحمام وأيضاً غسيل ملابسهم وأيضاً من أجل غسل الأدوات الخاصة بهم في ظل أيضاً انقطاع التيار الكهربائي في ظل أيضاً انقطاع المياه وأيضاً مع استمدار الحرب الإسرائيلية لشهرها الخامس على التوالي وبالتالي بات البحر متنفس الوحيد أمام سكان مدينة رفح والتي تأوي حتى هذه اللحظة أكثر من مليون وأربعمائة ألف شخص نزحوا من كافة مناطق القطاع من أمامهم الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تقوم بجولات في عرض هذا البحر وفي أحيان تقوم أيضاً بإطلاق القذائف والنيران باتجاه المواطنين وأيضاً الصيادين في عرض بحر مدينة رفح حتى هذه اللحظة هذه الأجواء هنا وهذا المشهد بات ضرورة للمواطنين من أجل استخدام مياه البحر الملوثة للاستحمام وأيضاً لحاجيتهم الخاصة أحمد حرب لقناتين العربية والحدث من شاطئ بحر رفح جنوبية قطاع غزة